وهو ليبيا ما يحدث في ليبيا وكيف تتعامل معه الجماعة الحاكمة أو قل العصابة الحاكمة باعتبار الوصف الدقيق والأدق إذن اليوم وصل بعد فالحقيقة بعد أشهر وهو يطالب بأن يزور الجزائر فؤاد السراج وصل أخيرا اليوم إلى الجزائر وصل أخيرا وصل في حدود ممكن منتصف النهار وغادر بعد ساعات لما يبقى إلا ساعات وهذا في حد ذاته إذا زار مسؤول كبير دولة أخرى رئيس وزراء رئيس دولة إذا زار دولة لعدة ساعات فقط فهناك في الغالب هذا باعتبار الوصف ما زلت أتذكر هذه الأشياء هناك حاجتين إما أن الزيارة ناجحة جدا وإما أن الزيارة كانت فاشلة ناجحة جدا بحيث أنهم التقوا وسلموا على بعضهم ضحكوا قصروا نكتوا شوية والأواثيق كانت كلها جاهزة وقعوها تعانقوا ثم كل واحد منهم راح إلى حاله أو الزائر راح إلى حاله أو أنها كانت فاشلة بحيث أنهم لم يجدوا على ما يتفقون فاتفقوا على حاله بسيط ومضت الزيارة يبدو أن زيارة السراج كانت ضمن هذا الجزء الثاني وهي أنها كانت فاشلة لأن السراج كان جاي رئيس حكومة هذا الحكومة اللي في ترابلوس بالمناسبة باش نوضح هذا النقطة ربما أنا أتحدث الآن على ما يجري في ليبيا طبعا المجرم الأكبر هو حفتر ومن يساند حفتر السراج وحكومة السراج لا يعني أنهم ملائكة ولا يعني أنهم شيء جميل لكنه أقل ضرر وأخف ضرر بكثير مقارنة لحفتر المفروض أن ليبيا كان يتحكمها القوى الثورية التي دفعت الثمن الحقيقي للحكم الطاغي المتجبر تحت 42 سنة القذافي ثم دفعت عندما اندلعت المعارك وكانوا يدافعون عن نفسهم دفعوا أيضا ثمن وكان المفروض أن الذي يحكم وبالانتخاب طبيعة الحال بالحريات بطبيعة الحال هما القوى الثورية لكن القوى الثورية أبعدتها القوى العالمية وشافت بأنها ما تخدمش مصالحها فجاءت بالسراج والسراج بالحقيقة جاء على باخرة إيطالية عسكرية بعد أن توافق ما يسمى بالمجتمع الدولي أي القوى الكبرى على أن يكون رئيس حكومة قبل حوالي 4 سنوات مع ذلك في الوقت الذي توافقه أن السراج يكون رئيس حكومة لوقف الخلافات في ليبيا والاقتتال الذي كان يبدأ يتحرك كانت أن ذلك الأمور ما زالت هذا الكلام في 2014-2015 حتى 2016 مع ذلك ففي الوقت الذي توافقه مثلا فرنسا وافقت روسيا وافقت حتى السعودية الإمارات وافقوا على السراج رئيس حكومة الوحدة وطنية فإنهم بمجرد أن غادروا المغرب لأن اتفاق وقع في السخيرات في مدينة تسمى مدينة السخيرات بالمغرب بمجرد أن غادروا السخيرات إذن عادوا إلى أفعالهم وهو أن يدعموا المجرم حفتر المجرم خليفة حفتر وأن يقوه ودخل السيسي على الخط بطبيعة الحال أكثر فأكثر لأنه كان هذا أمر من الإمارات والسعودية اللي هي أصلا هي الإجابة السيسي وضعته على رأس مصر وانظروا إلى حال مصر الآن حول جيشها كامل السيسي من بين الأشياء اللي يدمر فيها في مصر الآن لأنه حول الجيش كله إلى جيش واحد متلهي بالبيع الخيار واحد متلهي بالبيع الحلوى تعالعيد واحد متلهي جنرالات جنرالات كبار وكل جنرال تحته ممكن 20 ألف 15 ألف 12 ألف 10 ألف من الضباط وصف الضباط والجنود لكن تشوف مهزلة حول جيش مصر إلى مهزلة حقيقية واحد متلهي باستنبات الأسماك الصغيرة واحد ما نشعارف يعني المصريين وهما الناس تعنكتة عاملين نكت شيء رهيب تموت بالضحك غيره وانتو تشوف كيف حول السيسي هذا الجيش إلى إلى أشياء مش مفهومة ومع ذلك كانت تبون قبل الأسبوع أو العشر أيام لما راح زار وبدأت خاطب مع الناس بالفرنسية باش يبعث رسالة إلى الفرنسيس قالهم أن الصناعات العسكرية هي الناجح ولماذا؟ لأن الجماعة عندنا نرم حابين يدلو كما السيسي يعني حابين يحولوا الجيش وهما ثاني أيضا إلى أنه يحتكر الاقتصاد ويحتكر كل شيء ويصبح الجنيرالات بدل أن يفكرك في الدفاع عن الوطن مصر الآن تحت تهديد أثيوبي رهيب قضية ماء النيل يعني الماء راح نقطع عليهم راح نمرونهم غير جزء بسيط من المقارنة مع ما وش كان عندهم فبدل ما الجيش المصري يهتم طبعا إسرائيل خلاص إسرائيل له السيسي صحابهم بالعكس طائرات المصرية الإسرائيلية تخصف المصريين في صناع طبيعي لكن على الأقل لا سيدي الماء المانت عنين لا لا الجيش وجنيرالاتهم موجهين للصناعات البسيطة بمعنى أنهم يتنافسوا حتى هذاك البي سي صغير هنا والخضار اللي هي وهذاك اللي يبيع الحلوة هنا ينافسوه من جنيرالات الجيش مهزلة وهو الآن داخل في معركة في ليبيا وهذه المعركة بدأت تكبر مع تركيا بدأت تكبر مع تركيا وبدأت طبول الحرب تقرع في القاهرة بسحة مانيش عارفوش من جيش يقدر يواجه به الأتراك ولا يواجه به حتى الأثيوبيين يعني عموما إذن قلت باش نرجع للموضوع تاع السراج قلت أنه ليس هو الأفضل ولكنه على الأقل هو الأقل سوء في هذه الظروف التقى تبقون اليوم وخرج بيان خرج بيان والبيان هذا ما يسمى بإنما يزور رئيس أو رئيس دولة أو وزراء حتى يصدر بيان مشترك اصدر بيان والبيان المشترك هذا اصدر على فقرات فقرة الأولى متفقنا عليها فقرة الثانية نصبت إلى تبون الفقرة الآخرة نصبت إلى السراج بمعنى أنهم لم يتفقوا على البيان الختامي كما يسمى خلينا نقرأ لكم جزء بسيط ونعلقوا عليه لأن هذا هو مهم من خلاله راح كما يقولون نعمل ديكودي يعني راح نحل نحاول نفسره من خلال الكلمات في هذا البيان من بين ما جاء فيه الجزائر تدعو المجتمع الدولي خاصة المجلس الأمن لتحمل مسؤولياته من أجل فرض السلم والأمن في ليبيا وتدعو المتصارعين إلى وقف التصعيد إذن أول شيء الجزائر تدعو المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته من أجل فرض السلم والأمن في ليبيا وتدعو المتصارعين إلى وقف التصعيد هذا اللي يسموه المجتمع الدولي عنده من 2011 وهو متدخل في ليبيا هذا واحد متدخل تدخل رهيب في ليبيا الأمر الثاني أن هذا المجلس والمؤتمرات الدولية والمؤتمرات المحلية والمؤتمرات الإقليمية عقدت العشرات إذا اختخلنا فيها المؤتمرات المحلية أيضا وجدنا المئات المئات من المؤتمرات المحلية والعشرات من المؤتمرات الإقليمية والدولية كل هذه المؤتمرات كانت تقول نفس الكلام هذا بمعنى أن تبون وجماعته ره متأخرين سنوات وسنوات طوال خلاص الآن ما فيش راه فيه قوى عسكرية الدول الأخرى المدخلة بجيوشها آخر الواصلين بجيشه هو أردوغان والدولة التركية أما فرنسا وإيطاليا وأمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية ومصر والأردن ومن خلف إسرائيل هذور متوجدين من سنين وسنين طويلة صح النوم مرة أخرى لغة فارغة لغة خشبية القوى المتصارع على حدودنا وما زال الجماعة يقول لك يدعو مجلس الأمن ثم هل تعرف أن مجلس الأمن هذا اللي قرر مصيره هو ما يعرف بالخمسة الكبار أي الخمسة اللي عندهم حق الفيتو وهم الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا الصين وروسيا وأن هذا الخمسة الكبار عندما يتفقون يأكلون الأمم الصغيرة والشعوب الصغيرة والدول الصغيرة والضعيفة وعندما يختلفون يتقاتلون على أرضها ولا يعرف هذا جماعة النظام الجزائري وأن مجلس الأمن هذا مثلا أصدر عشرات القرارات ضد إسرائيل لم ينفذ منها أو ما يسمى بالكاية الإسرائيل لم ينفذ منها قرار واحد بما فيه قرار التقسيم ليصدرته الجمعية العامة ثم ثبته المجلس الأمن قرار 181 قرار 2-4-2 قرار 3-3-8 قرار وقرارات متعددة قرارات متعددة مجلس الأمن هذا آلة استعمارية في يد القوى الاستعمارية في يد القوى الكبرى أساسا إذا استثنين الصين لهي شبه استعمارية البقية قوى استعمارية مبراطورية هذا في أيديهم لإخضاع الشعوب والأوطان والدول الأخرى فكيف نلجأ نحن لمجلس الأمن الذي لا ينفذ إلا ما هو ضدنا وعمره لداف على الشعوب المسحوقة فعلا ثم يضيف أن هذا الفقر الأولى كان متفقين عليه صراجوا تبون بعدين جات تبونوش يقول أن الجزائر كذا كذا تستند إلى مبدأ عدم تدخل في شون داخلي للغير وقد تجسد هذا المبدأ في ثلاث أشياء على الدفاع الوحدة الترابية للشعب الليبي في المحافل الدولية تقديم مساعدات للشعب الليبي احترام مبادئ القانون الدولي يا جماعة يا جماعة هذه ليبيا ليست الفيتنام ليست بنزويلة ليست موزنبيق ليست هايتي هذه ليبيا أنسى أنهم جيراننا إخواننا مسلمين عرب أمازيق أنسى قحد ينسى دعمونا في الثورة دعمونا دايما وقفوا معانا أنساها هذه جيراننا هذا إحنا وإياهم نتقاسموا ألف كيلومتر مربع ألف كيلومتر طول الحدود ألف كيلومتر طول الحدود ونتقاسم معهم مياه باطنية هائلة ولدينا أبار بيترولية وغازية مشتركة نهيك على أن اللي毫ظ لم يكن أعترف في حدود تقريبًا أربعين ألف كيلومتر مربع من أرضنا How to equal the machine وصل هذه الجماعة بأن هذا الأمر يعنينا مباشرة وأننا حتى نحن لو أغمضنا عينينا ودرنا مثل النعامة وخبينا رأسنا تحت التراب فإن الآخرين سيزحبون التراب علينا ويدخلون إلى أرضنا يوما ما شخصيا تحدثت عن الموضوع هذا منذ عدة سنوات وقلت أن القوى الكبرى رهي تتربص بمنطقة الساحل تشاد، غرب السودان، تشاد، نيجر، مالي، ليبيا، صحراء الجزائر ووصولا إلى نواديبو على المخيط الأطلسي وأن هذه المنطقة هي الآن تعتبر أفقر منطقة ولكنها أغنى منطقة بثارات شعوب هنا تعيش مسحوقة وفقيرة ومناخ بائس جدا ولكن تحت أرجل هذه الشعوب وافتحت هذه الأراضي ثروات ضخمة جدا ثروات المعادن النفيسة على الذهب على اليورانيوم وثروات المياه وثروات الغاز والبترول والنحاس والحديد وكثير من المعادن حتى اللي مرات الناس ما يعطوش أسمواتها إذن قال لك هذا وكيف يدافع على الوحدة الترابية في ليبيا؟ ما زالت ليبيا؟ ليبيا لم تتقسم لكي تطرح تدافع على هذا لا لقدر الله لكانجا تقسمت تقول لنا ندافع على الوحدة الترابية؟ جميل نقطة صح نقطة من عشرين والنقطة الثانية اللي ممكن من عشرين تقديم المساعدات بعثوا الأسبوع الماضي طائرة فيها ميات طن أكل جميل فيه ناس هناك يجوعون يجوعون وبقوة فيه ناس ما عندهمش أدوية وفيه ناس كذا إلى آخر هذا كله جميل لكن القضية ماهيش مئة طن لأن من بعد لا قدر الله لو حفتري سيطر على ترابلوس فهناك مئات الألاف ربما الملايين الذين سيغادلون المنطقة الغربية وهم صحيح يذهبون في الأغلبية إلى تونس ولكن حتى وجدهم في تونس هؤلاء إخواننا وهؤلاء مشكلة أن يصبحوا بالملايين زائفين وشوفوا وش حدث في سوريا والنقطة الثالثة قال اخترام مبادئ القانون الدولي وكأننا أصبحنا إحنا قوضات لازم نحترم مبادئ القانون الدولي واش دخلكم أنتما في مبادئ القانون الدولي يعني مبادئ القانون الدولي تحترم على الأقل القوة الكبرى لصنعاته هل الجزائر ساهمت أو صنعت مبادئ القانون الدولي؟ الجزائر كانت مستعمرة وكانت تحت الحكم الإجرامي الفرنسي ولم تشارك أي أصلا في هذه المبادئ القانون الدولي اللي بعض المبادئ ما هيش معانا وما تخدمناش ومش في مصلحتنا ثم تبوني زيد واش يقول النائب المنطقة عن تدخلات الأجنبية لما ذلك تهديد مصالح الشعوب المنطقة ووحدة دولها والمس بالأمن والسلم في المنطقة معناها تأكيد المؤكد هذه هي اللي أقولها لكم الناس طول الوقت طول الوقت إذن تهديد المصالح شعوب المنطقة أحنا مهددين قابل شعوب المنطقة أحنا مهددين وإحنا في وضع سيء وسيء جدا إن الجزائر تدعو المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في فرض الوقف الفوري لإطلاق النار ووضع حد للتهديد العسكري الذي يسبب يوميا في المزيد من الصعب وهنا تند الجزائر بقوة بأعمال العنف وآخره يعني قاعدين يعاودوا في كلام اللي هو معروف ما يحتاجوش كي يجي رئيس جمهورية رئيس حكومة كي قابل ما يسمى برئيس دولة يعاودوا يقولوه يلازم يكون عندك موقف واضح لديك الآن القوى الاستعمارية والقوى غير الاستعمارية القوى الكبرى والقوى الصغرى موجودين في ليبيا ومتصادمين في ليبيا صحيح أن الذين يدافعون عن الصراج محدودين جدا الأتراك أساسا أو وصلت وصلت جنودهم إلى ترابلوس ولكن القوى الأخرى خاصة اللي يدافع على حفتر لهو خصمنا الرئيسي وهدد الجزائر سبق لاوان هدد الجزائر وأكثر من مرة فهذا ما تبقاش تقول في كلام هكذا بلا معنى أم أن النظام القائم مهمته هو تهديد شعبه وقهر شعبه بالبلطجية وبالقوات القمع وبقوات الحنوشة ألا تفهمون أن الشعوب هي التي ستدافع عن هذه الدولة الشعب الجزائري هو الذي سيدافع عن هذه الدولة بينما أنتم تعبثون ثم أضاف وهنا تندد الجزائر بقوة بأعمال العنف وآخرها تلك المجزرة التي حصدت أرواح حوالي 30 طالب في الكلية العسكرية بترابلوس وهو عمل إجرامي يرقى إلى الجريمة حارة طبعا بالنسبة لإخواني اللي متابعوش هذه العملية الإمارات قامت بقصف مدرسة عسكرية حربية كلية عسكرية حربية وقتلت 30 طالب طالب متدرب في هذه الكلية العسكرية طبعا الإمارات تقوم هذا باسم حفتر والحقيقة أن اللاعب الرئيسي في ليبيا أو اللاعب الأبشع هي الإمارات الفرنسيين موجودين الروس موجودين السعوديين الإمارات الأمريكيين أمريكيين والبريطانيين والألمان هذو موجودين ثم لما يسمونه هم الحرب على الإرهاب يعني مش داخلين في الصراع مباشرة لكن فرنسا وإسبانيا أو روسيا عن طريق المرتزقة والسعودية ومصر والأردن والآن في كلام على الإسرائيليين موجودين لدعم حفتر يعني كان في طائرة سقطت قبل فترة طائرة طريت تليكوبتر فرنسية قتل فيها ثلاثة من صف الضباط الفرنسيين وكان صار نقاش كبير في فرنسا حول هذا التدخل غير الرسمي وغير المعلن وليموش معترفين به ولكن في نفس الوقت متدخلين وموجودين طبعا فرنسا الآن مش موجودة فقط في الشرق الليبي موجودة على حدودنا وفي جزء منها بالبركة تعبوتفليقة وجنيرالاتو بالبركة تعبوتفليقة وجنيرالاتو اللي فتحنا باسم الجزائر فتحوا الأجواء إلى نيجر وإلى مالي بشكل أساسي إذن هو الآن رهي يندد بهذه وقل لك هذه النقطة الوحيدة ربما التي من خلالها يفهم أن الموقف الجزائر الرسمي هو أقرب إلى حكومة السراج وأبعد من حفتر لأن العامل القاتل هنا هم الإماراتيين وإن كان حفتر هو رسميا هو المسؤول وسموها أنها قد ترقى إلى جريمة حرب إن الجزائر تعتبر العاصمة الليبية خطا أحمر أعجبتني هذا آخر جملة هذه قال لك إن الجزائر تعتبر العاصمة الليبية خطا أحمر ترجو أن لا يجتازه أحد الجزائر والجزائر الله بريئة منكم الجزائر بريئة منكم المهم ها كنتم تحدثوا باسم الجزائر جزائر الشهداء جزائر الأحرار جزائر الثورة جزائر الرجال جزائر المرؤة والشهامة والعزة أصبح يتحدث بها الفاسد واللي أفسد منه والمجرم واللي أجرب منه تعتبر إن الجزائر تعتبر العاصمة الليبية خطا أحمر ترجو أن لا يجتازه أحد ترجو حطوا ست سطور تحت كلمة ترجو هذه حفتر والفرنسيين والإماراتيين والمرتزق الروس والمرتزق السودانيين والشاديين اللي جابوهم معاهم والسعوديين والأردنيين راهم في طرابلس راهم في طرابلس في جنوب طرابلس بشكل أساسي وكيفاش كي تقول الجزائر خط أحمر ومن بعد هاهم تجاوزوا الخط الأحمر يلا نقولوا إحنا ما تجاوزوه شاي راهم ما زال خارج طرابلس معناها تبون واللي يكتب له هذا الناس ما هو فهم فيها شي القتال راهم في طرابلس القتال راهم في طرابلس الكلية الحربية هذه في طرابلس أو قريبة من طرابلس وبعدين يقول لك يرجو ترجو اللي يشتزو أحد رجاء العلاقات الدولية الصراعات الدولية فيهاش الرجاء فيه انتاوش تساوي ما هو ميزانك هاهم الأتراك يقالوا أنه يحموا طرابلس بعثوا العسكر من قبلها كانوا بعثين قوات خاصة لم يعلن عنها والمخابرات وبعثوا قالوا لن نسمح ب السقوط طرابلس ما قالوا لن نرجو تعدي طرابلس لأنهم كانوا عارفين أن الآخرين هم موجودين في جنوب طرابلس لكن سقوط طرابلس ككل ما زالا تسخط طرابلس فالأتراك مباشرة حركوا الآلة البرلمانية والآلة الدبلوماسية والآلة العسكرية والآلة ورهم موجودين في طرابلس من أولى بالدفاع عن طرابلس؟ الجزائر اللي تقع في حدودها أم الأتراك الذين يبعدون عنها ويفسلهم بحر المتوسط كله من أولى؟ ومن أولى بالدفاع عن مصالح الجزائر؟ الجزائر أم نخلوها للأتراك هم اللي يدفعون عن مصالحنا لأن عدم سقوط طرابلس هو مصلحة جزائرية عدم سيطرة حفتر على طرابلس هو مصلحة جزائرية بحتة مهنة لذلك الشعب الجزائري يصفق للأتراك لأنه ما يخلوش طرابلس تسقط لأن إذا سقطت ستحكمها الإمارات والسعودية والسيسي ومرتزقة الروس والروس والفرنسيين وحطل 16 خط تحت الفرنسيين إنكم تعبثون إنكم لا تفهمون وإنكم تعبثون وتتلاعبون يجب أن نكون جاهزين وقادرين على التأثير في الأحداث على وقف سقوط طرابلس على إعطاء الكلمة الشعب الليبي هو اللي قرر على الدفاع على هذه الحكومة على ما فيها من أخطاء لأن البديل أبشع وأسوأ بكثير ترجمة نانسي قنقر